اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي يوم 30 آيار شهر الماضي في نهاية شهر الماضي أقدم مجلس الأمن الدولي جلسة مخصصة لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة ينامي في العراق لعام آخر حتى عام 31 آيار 2024 كل الأخبار التي جاءت والتقارير الخبرية والوكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية قالت أنه الجلسة لم تستغرق جلسة مجلس الأمن لم تستغرق سوى دقيقتين كما وصفت في الأخبار مدد خلالها مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة ينامي لمساعدة العراق لعام آخر حتى 31 آيار 2024 هذه الموافقة تم بالتمديد الموافقة على قيام رئيسة البعثة التي هي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلسخارت هكذا الوصف قالوا لمساعدة لمواصلة جهودها في تقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة العراقية خلينا نتوقف تحت ألف قط يعني هذه هي من البداية قالوا أن هذا المكتب مكتب يعني مكتب ممثلة الأمين العام وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق هو فتح لمساعدة الشعب العراقي محاولة مساعدة العراق وليس الحكومة مساعدة العراق وهي الأمم المتحدة قامت على مساعدة الشعوب يعني من تقرأ ميثاق الأمم المتحدة ستجد أن يتحدث عن شعوب لا يتحدث عن حكومات هكذا الشعوب هي الأساس حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والحري هكذا يتحدث فبالتالي هذا المكتب أنشئه مثل ما قالوا في ديباجة إنشاءها لمساعدة الشعب العراقي لكن الآن يقول لتقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة العراقية أي حكومة العراقية ما أنتم صدعت روسنا بالحديث عن الديمقراطية والانتخابات وأنتم تشهدون ولو ما هو التحيز التشهد والعالم يشهد وبالصخار تشهد بالذات أنه أكثر من 85% من العراقي لم يشاركوا في هذه الانتخابات التي سميت الانتخابات في شهر العاشر العام الماضي الذي تجرت وعموماً للذين يشاركوا لا يزيدون عن 13 خلينا نقوله 15% الجزء الأكبر منهم الذي نفازوا بالانتخابات اللي هي التيار الصدري انسحبوا من بقية هو الجزء الخاسر اللي هي الميليشيات ميليشيات الإطار هي التي شكلت الحكومة هي التي اقترحت الحكومة وشكلت الحكومة والآن تحكم العراقي وهذه من البداية أنتم لديكم لديكم ملاحظات عليها أنها تابعة لإيران وإيران متغولة يعني إيران هي المتحكمة بالعراق ويجب يقافها وإيران متغلغلة والعراق تحت النفوذ الإيراني بسبب هذه الميليشيات طيب هذه الميليشيات هي الحاكمة ومن شكلت الحكومة فكيف تقدم الأمم المتحدة المشهورة والدعم والمساعدة لحكومة شكلتها الميليشيات التي تقولون أنتم ضدها آه واحدة بعدين يقول المشهورة والدعم والمساعدة للحكومة العراقية والشعب العراقي طبعا هذه عبارة شعب العراقي جاءت هكذا زائدة مقحمة يعني ربما انتبهوا أنه يعني لا يجوز وضعوا الشعب العراقي من خلال الشعب العراقي من خلال شنو؟ تعزيز المصالح الوطنية أي مصالح وطنية وبين من ومن؟ يعني من يتصالح مع من؟ يقولوننا يعني إذا كان الشعب يطلع بتظاهرات يقتلوه للشعب ثورة تشرين خير شاهد الشباب طلعوا ينادون بحريتهم وحرية الوطن يريدون وطنهم وأنوانهم الرئيسي نريد وطن يريدون يستعيدون العراق قتلوهم بالرصاص وقتلوا ألف واحد وجرحوا ثلاثين ألف واحد وقالونا طرف ثالث وما عرف من وحكومة تبدلت وجان غير حكومة وراحت الحكومة وقالوا انتخابات وجابوا أن هذا الوضع إذا كنتم تتحدثون عن الديمقراطية والحرية فالمصالحة مع من؟ مصالحة الوطنية هذه القوى في العملية السياسية صالح فيما بينها فهم النهر كله متفقين ومتحاصصين ومقسمين الحصص بيناتهم حتى في الموازنة قسموها بهذا الشكل وأنتم تعرفون فإذا المصالح الوطنية مع من؟ يعني هذا الشعب هو رافظهم والشعب كل ضدهم والشعب لا يقبل بهم ويعتبرهم فازدين وهم حقيقة فازدين وهم سرقوا أموال العراق ويحكمون العراق بالحديد والنار وتقولون ديمقراطية فيا تزيز يا مصالحة وطنية ومجتمعية هو من خرب المجتمع ومن دمر المجتمع ومن لعب بتفاصيل هذه القضية المهمة بالمجتمع وقسم المجتمع إلى سني وشيعي وكردي وعربي ومكونات ورايات صغيرة وشال الهوية الجامعة الوطنية من؟ ما هي هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها؟ فكيف يمكن أن تعزيز هذه المصالح الوطنية وهي بين من ومن؟ هذا اللعب معيب أنتوا اللي احتليتوا العراق أمريكا وبريطانيا وغيرها وسلمتوا لي إيران أنتوا نفسكم تقولون لمواطنيكم لا تذهبوا للعراق لأن العراق خطر غير آمن فبلد غير آمن ترى العملية الانتخابية؟ هي عملية الانتخابية؟ تسهيل الحوار الأقليمي بين العراق وجيرانه يا جيران هل تستطيع هذه الحكومات اللي رعتها إيران واللي وافقت عليها إيران؟ أن تروح تناقش إيران وتجبر إيران على أحلول معينة؟ تجبرها على الانسحاب وترك العراق لشأنه؟ حماية حقوق الإنسان هاي إنسان يتحب الناس مغيبين آلاف المغيبين عشرات الآلاف من المغيبين يريدوني يطمون قضيتهم وناس مهجرين بالخيم ونازحين وما أحد يتحدث عنهم وفقراء ومناطق عشوائية وخراب ودمار وبطالة تقول لي أنت تعزيز حقوق الإنسان وشأن تحقق حقوق الإنسان في وسط بطالة عالية جداً في وسط فقر 13 مليون عراقي من بلد غني تحت خط الفقر يأكلون من المزابل ومثل تتحدث لي عن حقوق الإنسان أي حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان بهذه الطريقة تعزيز الإصلاحات القضائية والقانونية أي قانون أو أي قضاء يتعزز في ظل هذه الفوضى بالسخارت سبق وأن أبلغت مجلس الأمن هي هي أبلغتهم؟ قالت فساد متفشي في العراق في كل مفاصل السلطة وهذا أحد الأسباب الرئيسية للاختلال في العراق طيب ما الفساد في أعلى مراحلة ومنظمة الشفافية الدولية تعرف موقع العراق أقولكم تعرفون موقع العراق بالفساد والفساد ازداد أكثر أضعاف وتحدثون عن إيران وإيران متغلغلة والإيران والإيران تحت النفوذ الإيراني فهذا الحديث المج المعيب يعني المحاولة لجعل الأوضاع وردية وهي قاتمة هي يعني نهر من الدم يسري في العراق مثلما تسري دجلة والفرات ولو الآن دجلة والفرات تكات تيبس لكن نهر الدم يبقى ربما هو النهر الوحيد الذي يسري في العراق هذا واقع العراق فساد وخراب ودمار وطائفية وتحجير وفكر غير موجود وفوضى اقتصادية وفوضى سياسية وفوضى مجتمعية وفوضى أمنية وفوضى كل الاتجاهات لا تعليم لا صحة لا خدمات وانت تحدث لي يعني أبواق تحدث لي عن سوف نفعل وسوف انقذع وقال فلان وقال المسؤول الفلاني وزار المشروع الفلاني أي مشروع أي كذبة كبيرة وهذه الأمم المتحدة كذبة كبيرة ومساهمة في خراب العراق ودمار العراق واجهة من واجهات تخريب العراق بالاسخار ومكتب الأمين العام الممتحدة ومجلس الأمن الذي يسكت عن واقع حال مرير وكالثة كبيرة حلت بالعراق منذ عشرين سنة وما زالت مستمرة وتكبر كل يوم أشكركم أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد اتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم